اللي هو أفلنا هاجب لك كلهم الزمالك عايزه كلهم بيتكلموا عن ده حصل مع البلعوطي البلعوطي والزمالك ده حصل فيه كلام كتير مع بس برضو اللي أنا عارفه برضو وكلاء biggest ولا كلام من مسؤولين حتى لو كلام مازال ودي لا مسؤولين لا مسؤولين ما jakieś لكن في وكلاء قاله احنا عايزين نوضي بلعوطي مثلا للزمالك ده حصل الزمالك محتاجه 시간 هم قالوا كده بس أعتقد ان الزمالك برضو الانديا دلوقتي بقت عايز اقول ايه بقوا برضو بيحاولوا يتنصحوا شوية ان هو طول الوقت بي مش بيلعب على كريم بس هو يلعب على كريم ومحمد وقامل عالباجا اي مش نصح او انا في النهاية بعمل ايه بادور على المتاح والله بشوف الاول امبي هاي ببلعوطي متاح للبيع تمالي سي متاح للبيع هي نصحة في ايه ان هو يعمل واحد واثنين وثلاثة لان لو واحد ما جاش يجي اتنين اتنين ما جاش يجي اتنين اعتقد انت بتعمله كده مش بتدوره عليها زي كده لا بس احنا تمالي ما بندور ما بندورش على نجوم ف اندية دور المنتاس خالص اصلا اصلا احنا طول الوقت بنشوف اللي ممكن يبقى نجم الوالطي اللي ممكن يبقى في امبي نجم بيبقى في نادي درجة ثانية درجة ثالثة مش فاير معا لا ام هو هيا دي ميزة نادي امبي ان احنا طول الوقت بصنع نجوم مش بجيب نجوم ما بجبش نجوم انا طلع من عندي نجوم إنما أنا ما يجيبش نجوه حتى لو عندك مثلا متاح من الأهلي أو الزمالك لعيب تعرف الأهلي وزمالك كل شوية تروح مطلقي لعيب أعراض ساعات وده حصل مع محمد شريف بالظبط أعتقد يعني والغريبة يا كريم إنه هو يعني محمد شريف كان في دجلة والأهلي خده أما جي أمبي تعال لك جدا جدا ومتخب ورجع للأهلي صحيح أمبي هو ده عشان استراتيجية مش حاجة بتجي بالصدفة إحنا بنحب نصنع نجم بجد صدقني والله يا كريم مش مش هزار يعني إحنا طول الوقت بنبقى فرحلين جدا إنه بنسمع لعبتنا أندية مصر المحترم ما ده أقول أهلي زمالك إسماعيلي آه اللعب ده بتاعنا إحنا عملناه اللعب ده من هو عنده عشر سنين في إمبي ده مين مرانه وهكذا يعني صحيح